عادةً، وفي الدول التي تعاني من ارتفاع في درجات حرارة الصيف، نرى الأشجار الظلية تتوزع حول المدن وداخلها، وخاصةً في الجزر الطرقية التي تتوسط الشوارع العامة، هذا دوناً عن فائدة هذه الأشجار في ترطيب الجو وتلطيفه، وتقليل نسب التلوث فأوراقها تعمل وكأنها مرشحات تؤدي إلى خفض درجات الحرارة، وعظمة الخالق في هذه الأشجار أنها مواتية لدرجات الحرارة المرتفعة. فكلما كان درجة الحرارة أعلى، كلما تمكنت هذه الأشجار من النمو وتلطيف الجو الحار، لكن وكالعادة حرك العراق كش ملك أمام الأشجار الظلية، وراح بصورة مخالفة للمنطق البيئي بزراعة أشجار النخيل في الجزر الطريقة بدلاً عن الأشجار الظلية. فرغم أهمية أشجار النخيل، إلى أنها تحتاج لسنوات وسنوات من النمو، هذا دوناً عن أنها لا توفر الظل الواسع أو المطلوب، ولا تعمل على تنقية الجو أو تلطيفه، بل هي مقاومة للحرارة دون أي أثر رجعي. ولا تحوي على كثافة أوراق لمواجهة الكثبان الرملية أو تخفض من سرعة رياح العواصف الترابية، هذا دوناً على أسعارها المرتفعة وانخفاض تكاثرها مقارنة بالأشجار الظلية، لنحرك بدورنا سؤالاً في كش ملك ونقول للحكومة لماذا؟ أثناء تقصينا عن هذا السبب صادفنا معادلة جديدة وغريبة، إذ أن بعض الجهات الاستثمارية في العراق تعمل في توسيع مزارع للنخيل، خاصةً وأن أسعار أشجار النخيل عالية ويصل أسعار بعض الأنواع إلى آلاف الدولارات، لتبرم هذه الجهات صفقات مع جهات سياسية لتعمل على تشجير شوارع العاصمة بغداد وبعض المحافظات بأشجار النخيل بملايين الدولارات، بدلاً عن الأشجار الظلية المخصصة لذات السبب والتي لا يتجاوز سعر النبتة منها عدة سنتات، فالفرق كبير بين ملايين الدولارات وبعض السنتات، مثل الفرق بين شجرة النخيل في فوائد ظلها، مقارنةً بالأشجار الظلية التي خلقها الله تعالى لوظيفة الظل وخفض درجة الحرارة وتقليل التلوث ومنع العواصف الترابية، ليبقى السؤال معلقاً أمام أصحاب القرار كيف تستظلون بأشجار النخيل؟